بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين وهي مرتبة على نياحة القديس سمعان العمودي إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصطوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع مما زمير يا بينا داود النبي بركته علينا أمين أقام على الصخرة رجلي وسهلا خطواتي وجعل في فمي تسبيحا جديدا وسبحا لإلهنا أمين وسبحا لإلهنا أمين 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 باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين لأنه يوجد كثيرنا سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرا فحينئذ أصرحوا لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الإثم فكل من يسمع أقوالي هذه ويعملوا بها أشبهه برجل عاقل بنا بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط لأن أساسا كان ثابتا على الصاة آخر والمجد لله داء آآئمة إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع ممزميري أبينا داود النبي بركته علينا أمين حقي ورحمتي معه وباسمي ارتفع قرناه حينئذ بالوحي تكلمت مع بنيك وقلت إني وضعت عون على القوي مبارك الآتي باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين فقال له واحد يا رب وقليل هم الذين يخلصون فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرينا سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فتبتدئون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائنين يا رب يا رب افتح لنا فيجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم حين إذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا فيقولوا لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم اذهبوا عني يا جميع فاعل الظلم هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيما وإسحاقا ويعقوبا وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا ويأتونا من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئونا في ملكوت الله وهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين والمجد لله دا آآآ؛ آآآآآآآآآآآ Krankenاتين فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة كورينثوس بركته علينا آمين وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه إذا قال واحد أنا لبولوس وآخر أنا لأبولوس أفلستم بشريين فمن هو أبولوس ومن هو بولوس بل خادمان آمنتم بواسطتهما وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبولوس سقة لكن الله كان ينمي إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي يمي والغارس والساقي هما واحد ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثلي كون فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من شهوة الفساد التي في العالم ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففة وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم ينضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا أيها الرجال إخوتنا سمعوني سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولنا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دع يسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت حينئذ رأى الرسل والقسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولوسا وبرناباس يهوذا الذي يدعى برساباس وسيلاس متقدمين في الإخوة وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس والإخوة الذين في أنطاكية وكيليكية والشام أيها الإخوة الذين من الأمم افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولوس أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون كونوا معافين لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القداس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركاته اشتركوا في القناة وعلينا أمين استمع يا الله طلبتي أصغي إلى صلاتي على الصخرتي رفعتني وأرشدتني سرت رجائي وبرجا حصينا مو باااا's الآت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم من يأتي إليه ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا فإنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقا وهل عنده ما يكمله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله فيبتدأ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقيا بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يصير لي تلميذا الملح جيد فإن فسد الملح فبماذا يملاح فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة بل يلقى خارجا من له أذنان لِلسَّمْعِ فَلِيَسْمَاعِ وَالْمَجْدُ لِلَّهِ دَا أَمَنِ أَمَنِ أَمَنِ